موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا مشاهد الفضائية العراقية التربوية أعزائنا طلبة الصف الرابع العلمي نلتقيكم في درس جديد من دروس مادة الأحياء بالنسبة إلى الفصل الثالث الدورات الكيميائية الأرضية الأحيائية تناولنا في الدروس السابقة وشرحنا بشكل مفصل السلاسل الغذائية الأهرام ننتقل اليوم إلى الدورات الكيميائية الأرضية الأحيائية ماذا نعني بالدورات الكيميائية الأرضية الأحيائية؟ الدورات الكيميائية الأرضية الأحيائية تعد حركة العناصر الرئيسة وانتقالها الأناصر الرئيسة تشمل الكاربون، الهايدروجين، الأوكسجين، النيتروجين، الفيسفور والكبريت بالإضافة إلى الماء انتقال هذه الأناصر بين المكونات الحية وغير الحية للنظام البيئي من الأمور المهمة التي تؤدي إلى معرفة ذلك النظام إذ أن انتقال هذه الأناصر من حالة لا عضوية إلى حالة عضوية وبالعكس يؤدي إلى الاختلاف والتباين بين أنواع الكائنات الحية وأعدادها من منطقة إلى أخرى على وفق سرعة الانتقال أو التحويل في هذه الأناصر ليش؟ الليل وذلك لأن هذه الأناصر تشارك في بنية الخلية الحية ومن ثم في بنية الكائن الحي ننتقل أعزاء الطلبة إلى تعريف دورة الأناصر البايو جيو كيميائية وهي دورة الأناصر المختلفة بين الكائن الحي ومحيطه ثم رجوعها مرة أخرى إلى الكائن الحي إن العلاقة بين الكائن الحي والمحيط الذي يعيش فيه مع كائنات حية أخرى ومكونات غير أحيائية هي علاقة مؤقدة جدا وتفهم هذه العلاقة بين العناصر الأساسية جميعها والكائنات الحية تكون القاعدة المتينة التي يستند إليها إدراك المفاهيم الأساسي لتشعبات الملبيئة إذن عزيز الطالب من أهم إدراك الملبيئة أو من أهم مدركات الملبيئة هو فهم العلاقة التي تكون بين العناصر التي تكون جسم الكائن الحي انتقال هذه الأناصر من جسم الكائن الحي إلى البيئة ثم عودتها مرة أخرى إلى جسم الكائن الحي بشكل عام توضح دورات الأناصر الإنسياب الدوري لهذه الأناصر من المحيط اللا أحيائي إلى داخل الكائن الحي ضمن الفعاليات الحيوية ثم عودتها إلى المحيط اللا أحيائي مرة أخرى عن طريق فعاليات الاحتراق أولا الأكسدة ثانيا ثالثا التحلل في هذه الكائنات الحية فيما يأتي إيجاز لبعض الدورات في الطبيعة ننتقل عزيز الطالب إلى أول دورة من دورات الأناصر في الطبيعة أول دورة هي دورة الماء في الطبيعة صيغ الحياة تعتمد جميعها على الماء علل ذلك لأن الماء يشكل النسبة الأعلى في بنية الكائن الحي تتراوح هذه النسبة بين 60 إلى 90% ممكن يجينا فراغ النسبة أو نسبة الماء في أجسام الكائنات الحية من الوزن الطري لمعظم الأحياء بصورة عامة نادرا ما تنخفض هذه النسبة كما هو الحال في بذور النباتات الجافة لكي تصل إلى حوالي 10% من الوزن الطري ترتفع النسبة لتصل إلى ما يزيد عن 90% كما في كائنات أخرى مثل نبات الخيار الرقي وبعض قناديل البحر مياه البحار والمحيطات تشكل حوالي أكثر من 70% من المساحة الكلية للكرة الأرضية ينتقل الماء بين اليابسة والجو والمسطحات المائية حيث تقوم أشعة الشمس والتي تشكل المصدر الحراري الرئيس في الأرض بتبخير جزيئات الماء التي تعتبر المياه السطحية بالإضافة إلى النتح في النباتات تتجمع هذه المياه التي تبخرت على هيئة غيوم والتي تنتقل بفعل التيارات الهوائية إلى مواقع مختلفة عندما تبرد الغيوم بفعل طبقات الجو الباردة تتحول إلى مياه أو ثلوج تسقط على سطح الأرض حيث تستخدم الأحياء بعضا منها بينما البعض الآخر يجري على سطح التربة على هيئة مياه سطحية كالأنهار والسيول ومن ثم تعود إلى البحار والمحيطات البعض الآخر من المياه يستقر في الأرض بصورة مياه جوفية إذن عزيز الطالب المياه التي تسقط على الأرض نتيجة للأمطار أو نتيجة للثلوج راح تيجي تصير إذنه بمجموعتين المجموعة الأولى يجري على سطح التربة على هيئة مياه سطحية كالأنار والسيول والمجموعة الثانية يستقر في الأرض بصورة مياه جوفية وهذه الأخيرة تعاد إلى سطح الأرض مرة ثانية بشكل ينابئ أو باستخدام المضغات لاستخراجها منها ومن ثم تعود إلى البحار والمحيطات وتتكرر هذه الدورة ننتقل عزيز الطالب إلى رسم دورة المياه في الطبيعة دورة المياه في الطبيعة لاحظ عزيز الطالب نحن عندنا مسطحات مائية التي يتمثل مياه البحار والمحيطات بالإضافة إلى عملية النتح في النباتات الطاقة الشمسية والتي تمثل المصدر الرئيسي للحرارة على سطح الكرة الأرضية تقوم بعملية التبخير إذن منها صار تبخر سبب التبخر هو الطاقة الشمسية تحولت المياه تحول المياه الأفو من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية واللي يكون بشكل غيوم الغيوم عندما تبرد في طبقات الجو والعليا تقوم مرة ثانية بعملية الأمطار أو الثلوج وتتحول المياه أما إلى مياه بشكل سيول أنهار بحار محيطات أو بشكل مياه جوفية وهذه المياه الجوفية ترجع مرة ثانية بشكل سيول إلى سطح التربة ثم تعد دورة الماء من جريد ننتقل وإياكم أعزاء الطلبة إلى الدورة الثانية من دورات الأناصر في الطبيعة التي هي دورة الكاربون في الطبيعة تعد دورة الكاربون من أبسط دورات الأناصر الليل وذلك بسبب تميز مكوناتها الرئيسة يوجد الكاربون في الحالة الغازية في الهواء على هيئة غاز تنائي أكسيد الكاربون أو في الحالة الصلبة في التربة على هيئة صخور جيرية أو في الحالة السائلة في الماء على هيئة ثنائي أكسيد الكاربون الذائب أو أيونات البيكاربونات فتتحول أو تتحول مركباتها من حالة إلى أخرى إذن أعزاء الطلبة ما هي أشكال تواجد الكاربون في الطبيعة؟ هناك ثلاثة أشكال لتواجد الكاربون في الطبيعة فهو أما يكون بصورة صلبة مثل الصخور أو يكون بصورة غازية مثل غاز تنائي أكسيد الكاربون أو يوجد بصورة سائلة مثل تنائي غاز أكسيد الكاربون المذاب ننتقل إلى دورة الكاربون تقوم النباتات الخضراء بتثبيت غاز تنائي أكسيد الكاربون على هيئة مركبات كاربوهيدراتية أو سبكريات من خلال عملية مهمة تختص بها هذه النباتات الخضراء هي عملية البناء الضوئي عند تغذي الحيوانات آكلة الأشب على النباتات تنتقل المواد الكاربونية عبر النظام الحيوي من النباتات إلى الحيوانات هنا أعزاء الطلبة تذكرون بالسلاسل الغذائية الحيوانات آكلة الأشب تعتبر مفترسات أولية لأن تتغذى اليمن تتغذى على النباتات ثم يعود الكاربون إلى البيئة مرة أخرى من خلال أمل المحللات التي تحلل المواد الأضوية بعد موت الكائنات الحية قد يكون الكاربون كذلك في صورة أملاح كاربونات غير أضوية كما هو الحال في وجوده في الأجزاء الصلبة لبعض الحيوانات مثل الأصداف هذا النوع من الكاربونية تميز ببقائه زمنا طويلا حيث ينتج الحجر الجيري من الترسبات البحرية للكاربونات الحيوانية وينتج ترسيب غير أضوي للكاربونات في المياه كذلك يوجد الكاربون في رواسب أضوية تتمثل بالفحم والنفط إذن أعزاء الطلبة أما يصير بشكل الكاربون بشكل رواسب أضوية أو بشكل رواسب غير أضوية يبقى الكاربون على حالته إلى أن يطلق عند الاحتراق أو عند الانفجارات البركانية وعندها يعود إلى البيئة مرة أخرى ناخذ رسم دورة الكاربون في الطبيعة دورة الكاربون في الطبيعة كما تناولنا أو كما استعرضنا أعزاء الطلبة تبدأ من النباتات التي ستأخذ الكاربون من الجو والثبت بأملية البناء الضوئي الحيوانات آكلة الأعشاب تستهلك النباتات عند استهلاكها للنباتات تجي تتحول المركبات الأضوية الموجودة في النباتات التي تكونت أبر عملية البناء الضوئي إلى داخل أجسام الحيوانات ثم في الحيوانات والنباتات عند موتها تجي تحلل الأحياء المحللة حتى تتحول الكاربون إلى ترسبات داخل التربة هذه الترسبات داخل التربة تنطلق مرة ثانية إلى الجو أو المصدر الثاني للكاربون احتراق الوقود في المعامل والمنازل ثم ينطلق مرة ثانية إلى الجو المصدر الثالث السي أوتو المذاب أو البيكاربونات المذابة الموجودة وين الموجودة في الماء والتي تعتبر شكريا من أشكال الكاربون الأول سي أوتو مذاب والبيكاربونات الموجودة في المياه تعود مرة أخرى إلى الجو ثم تقاد دورة الكاربون من جديد أعزاء الطلبة نتمنى أن تكونوا قد استفاديتم من درسنا لهذا اليوم لا تنسوا أن تتابعون فضائية الأراق التربوية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن نلتقيكم مرة أخرى في درس جديد من دروس الأحياء بالفضائية الأراقية التربوية توم توم سادي مياه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر